طيب بص بقى احنا اتكلمنا على الفرقة وقلنا السلبيات وقلنا الاهل كان وحش وقلنا كل حاجة صح ولا لأ ماشي لكن غير مقبول وانا دلوقتي حتكلم بالاسم وبالتحديد عن مؤسسة اليوم السابع غير مقبول ان من ساعة ما المطش خلص مبارح وعشرين ثلاثين خبر وتقرير سلبي عن نادي الاهل وقبل مطش مهم ما بين اهلي وزمالك فين الفير فين العدالة هي دي العدالة والمصلحة مين وإيه الاهداف وإيه اللي عايزها مؤسسة اليوم السابع ده عمر غير مسموح وغير مقبول بالمر أنا عارف ان مؤسسة اليوم السابع بيديها مؤسسة كبيرة جدا في الدولة كامل احترامي وتقديري لها المؤسسة دي ومؤسسة دي اكيد اكيد على مسافة واحدة من جميع ده عمر مفروغ منه مش محتاج نقاش ومتأكد ان التصرفات دي تصرفات افراد داخل مؤسسة اليوم السابع افراد فالمصلحة مين اللي بيحصل الهدف من اللي بيحصل ده ايه عايزين تعملوا حالة فتنة يا جماعة عبلمانش الاهلي والزمالك ولا هدفكو ايه من اللي بيحصل هدفكو ايه من الاخبار يا راجل ده عشرين تلاتين ايه اكتر من تلاتين خبر وتقرير عن نادي الاهلي بمشاكل وسلبيات قد كده فانتوا عايزين ايه بالزبط يعني ايه المطلوب هل هي دي العدلة قبل ماتش كبير زي ماتش الاهلي والزمالك لو مطلوب ان يبقى في فتنة فمش هنسمح بيها لو مطلوب ان انت عايز تهد الاهلي ده مش هيحصل ونساء ده انت بتحلم احنا اول ناس لما الاهلي بيكون فيه اخطاء بنقول هاي اللي هي قرارات النادي لما حضرتك كمان تنطقت بمنطقية مفيش مشكلة مقبول لكن لما يكون عندك اهداف محددة بتحققها وبتستغل تعصر الفريق في مورات بيراميز وهزيمة زي دي عشان تعمل عدد مهول من الاخبار من بعد المطش وبالتحديد من النهاردة الصبح لحد دلوقتي وتوقع حضرتك اللي بتتفرج عليها دلوقتي ان الاخبار دي هتستمر فده امر غير مقبول وغير مسموح وتاني انا بقول مؤسسة اليوم السابع مؤسسة كبيرة بتدرها مؤسسة كبيرة جدا في الدولة كامل الاحترام والتقدير المؤكد للمؤسسة كبيرة اللي بتدير مؤسسة اليوم السابع وعرف كويس ان هم مش قابلين حاجة زي كده بس احنا بنقول لهم خلوا بالكم يا جماعة اللي بيحصل ده هدفوا ان يبقى فيه فتنة قبل ما مطش الاهل والزمالك واللي بيحصل ده مش عدل ومش فير والتصرف اللي بيحصل دلوقتي ده من مؤسسة اليوم السابع انا واصق ان هي تصرفات فردية من افراد منتبعين بقى النادي تاني اهليهم اهداف تانية مش عارف ايه كلام من ده دي ما قدرش حددها لكن في نفس الوقت هيكون غير مقبول بالمرة بالمرة ان يحصل فتنة وانك تهدم في الاهلي بالشكل ده انتقد بس مش كل ساعة خبر سلبي كل نص ساعة خبر سلبي على الاهلي انت عايز ايه انت هدفك ايه فدي حاجة غريبة فانا برضو رسالتي الجمهوري الاهلي خلوا بالكم من الحاجات اللي زي دي احنا قايا جماعة ننتقد احنا قايا جماعة نقول سلبياتنا واخطاءنا وغيرنا لو عايز يقول سلبياتنا واخطاءنا في اطار الاحترام اهلا وسهلا بي لكن خلوا بالكم احنا مش هنهد المعبد خلوا بالكم لا احنا قايا ننتقد بس احنا اللي حنقوم الفر وحنفوقها فرسالتي لليوم السابع اللي بتعملوه ده امر غير معقول وغير مقبول وبعيد رسالتي للمرة التالتة للمؤسسة الكبيرة في الدول اللي بتدير مؤسسة اليوم السابع يا جماعة خلوا بالكم فيه حاجات بتحصل خدوا بالكم منها من افراد داخل مؤسسة اليوم السابع كل نص ساعة خبر على الاهلي سلبي والغرض من الاخبار زي دي ان يبقى فيه فتنة قبل ما مطش اهلي وزمالك ودي مش عدالة ده مش فير مش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة